ارتفع عدد شهداء قصف ميليشيا إيران الحوثية للأحياء السكنية في منطقة العمود الآهلة بالسكان في مديرية الجوبة بصاروخ بالسي مساء الخميس إلى 13 شهيدا وعدد من الجرح بينهم اثنين حالتهم خطرة وأكدت مصادر محلية لموقع محافظة مارب أنه جرى خلال الساعات الماضية انتشال سبع جثث من تحت أنقاض المنزل الذي تحول إلى ركام البعض منهم لم يتمكنوا من التعرف عليهم جراء تمزق جثثهم فيما لا يزال عدد من الجرح يتلقون العلاج بينهم جريحان حالتهم خطرة وكانت ميليشيا الإرهاب الحوثية استهدفت مساء أمس منزل الشيخ عبداللطيف القبلي الواقع في منطقة العمود الآهلة بالسكان بصاروخ بالسي ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وتضرر عدد من المنازل المجاورة وجاء قصف الميليشيا لمنطقة العمود مساء أمس بعد يوم من استهدافها لعزة الجرشة بأكثر من عشرين قذيفة هاون وكاتيوشا ما تسبب في إصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من خمسمائة أسرى هذا منزل الشيخ عبداللطيف المران أحد من شيخ قبيلة المراد كما تلاحظون لازال بحث جاري للقثث التي تحت الأنقاض جراء القصف الصاروخي لمنطقة آمنة منزل لا يسكنه إلا العوائل والأطفال الهدف من ذلك هي ما تقوم بميليشيات الحوثي أن تنزح المواطنين الساكنين في هذه الأماكن الأمنة إضافة إلى قراءة مهاء السابقة التي نزحت حوالي عشر ألف أسرى إضافة هذا العدد إلى ثلاثمائة شهيد مدنيين راحوا جراء استدافة من شيخ الحوثي للأماكنهم الآمنة وبيوتهم اشتركوا في القناة